السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة سنوية العامة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المراجعة النهائية في اللغة الفانسية نهدا ان شاء الله هنكمل مراجعة الجرامير حلقتنا النهاردة عن السؤال الثالث في اسئلة الجرامير الحداشرة اللي بيجرح في سنوية عامة والسؤال ده هو أدوات التجزئة أو لزارتيكل بارتيتيف تعالوا نشوف ايه هي الاول أدوات التجزئة وبعد كده نقول بتستخدم في ايه أدوات التجزئة حاجة اسمها جو بتتحطى قبل اي مفرد مذاكر يبدأ بحرف ساكن أو دو لا بتتحطى قبل اي مفرد مؤنس بيبدأ بحرف ساكن أو دو الاباستروف بتتحطى قبل اي مفرد مذاكر او مفرد مؤنس يبدأ بحرف متحرك أو دي بتتحطى قبل اي جمع سواء كان جمع مذاكر او جمع معنس تكونت من ايه أدوات التجزئة دي؟ أدوات التجزئة هي عبارة عن دمج لحرف جر اسمه دو معناه بالعربي من زائد أداة التعريف لألف لام بتاعت مفرد مذكر اللي دو زائد لو تتلمو في كلمة واحدة اسمها جو يبقى جو هي أداة التجزاء لأي مفرد مذكر لكن لو دو اللي معناها من جاي ورا أداة التعريف لألف لام بتاعت المفرد المؤنس يبقى دو زائد لو يديني دو لكن دو زائد لأ بتفضل دو لأ طيب حرف جر دو لو جاي ورا أداة التعريف لألف لام بتاعت المفرد يبدأ بمتحرك اللي يتفضل زائد ما هي برضو مفقوكة اسمها دو لألف لام بتاعت الجمع يتلمو في كلمة واحدة اسمها دي يبقى أدوات التجزاء هي جو دو لأ دو الأبوستراف ودي طيب يلا بينا بقى نشوف إمت بحط أدوات تجزاء إيه استغتماد أدوات التجزاء قال لي أدوات التجزاء بتستخدم لخمس حاجات في اللغة الفرنسية إيه الخمسة دول؟ أول حاجة قال لي لما تكون بتتكلم عن لعبة الرياضية ومستخدم فر بفير اللي هنا يبقى معناه يمارس يبقى لو الكلام على لعبة الرياضية ومعانة فر بفير في الجملة بروح أحط أدوات التجزاء ما بين اللعبة الرياضية وفر بفير تعال نشوف أمثلة هاني في هاني يمارس دو فوتبول فوتبول هي لعبة كرة القدم وطالما ما فيش أخرة او تبقى لعبة مذكر فهنا روح أحط دو أدوات التجزاء بتاعت المذكر مثال ثاني هاني في بيمارس دو لا ناتاسيون ناتاسيون هي لعبة السباحة ودي لعبة مؤنسة عشان أخرة اي يون احنا قلنا المرة اللي فاتت أي كلمة أخرة او اي يون تعرف على طول انها مؤنسة يبقى ناتاسيون السباحة مؤنسة وهنا في فر بفير يبقى حط في النص أدوات التجزاء اللي اسمها دو لا بتاعت مفرود المؤنس هاني في هاني يمارس دو لكيتاسيون اي كيتاسيون معناها الفروسية وهي لعبة مؤنسة بالمناسبة عشان أخرة اي يون لكن علشان بتبدأ بحرف متحرك ما قدرت ايش حط دو لا لازم اشيل ال ا وحط ابوستروف يبقى نختر ادوات التجزاء اللي اسمها دو الابوستروف تاني استخدام لأدوات التجزاء في اللغة الفرنسية اللي لما تيجي تتكلم عن أغزية ومشروبات تكلم عن أغزية ومشروبات اللي مع كل الأفعال في اللغة الفرنسية تحط أداد تجزاء ما عادة السطر اللي انتو شايفينه قدامكو ده الأفعال دي يا شباب ما بحطش وراء أدوات التجزاء وانا بتكلم عن أكل والشرب طيب مين هم الأفعال دول أول أربعة دول اللي اسمهم بيدلوا على المشاعر أفعال تدل على المشاعر زي ايمي يحب عدوري يعشق بريفيري يفضل دي تستي بيكرا دول ما حطش وراء أدوات التجزاء دول أحط وراء أدوات التعريف ل ولا 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 بصرف طيب مين كمان وانا بتكلم عن الأكل والشرب ما حطش وراء أدوات التجزاء اللي فرب لافي بمعنى يخسل لما اقول مثلا أنا بخسل الطماطم يبقى جلاف لا تومات عادي جدا بحط هذا التعريف مش أدوات التجزاء فرب كوبي بمعنى يقطع جاكوب لكونكومبر بقطع الخيار خلاص محطش أدوات التجزاء بحط أدوات التعريف هذه فرب كوبي بمعنى يزرع بقول أنا بزرع العنب جاكوب لرزاء بحط أدوات التعريف مش أدوات التجزاء فرب تروفي وتروفي هنا بمعنى رأيك كمان تتروف كيف أنت تجد لا سالد رأيك في السلطة مثلا يعني وفرب راماسي اللي معناه لم هنا بيقول مثلا جراماس لزوف بلم البيض دون لبولايي في عشة الفراخ جراماس لريزاء جراماس لفريز بلم الفراولة أو العنب يبقى السطر ده رجالة ما بحطش وراه أدوات التجزاء ده بيتحط وراه أدوات التعريف وعلشان كده لو جاب لك جملة جرامير في الأكل والشرب مش هتلاقي الأفعال دي موجودة في الجملة لأنه مش مطلوب منك أنك تروح تختار أدوات التعريف وانت في سنوية عامة هيتطلب منك تحط أدوات تجزاء عشان كده الجملة مش هتلاقي فيها الأفعال دي وما هلاقي إيه بقى؟ هتلاقي أي حاجة غير الأفعال دي مثلا هاني بياكل دفروماج هنا فرب مانجي مش من ضمن السطر اللي شوفنا فوق يبقى بياخد هذا التجزئ عادي الفروماج الجبنة مذكر عشان اخراج احنا قلنا اي حاجة اخراج مذكر مع داباج و بلاج و ايماج يبقى فروماج الجبنة مذكر فحطيت قبليه ادى التجزئ ادو بتاعة المذكر هاني مانج دي لا سالد الصلاطة مؤنسة اخراج اد اي حاجة اخراج اد و اد و اد ادى اللي قلنا المرة اللي فاتت يبقى الصلاطة مؤنسة فحطيت قبليه ادو لا بتاعة المؤنسة هاني بوا بيشرب دولو مية المية بتبدأ بحرف متحرك فحطيت قبليه ادو الاباستروف بتاعة المتحرك هاني مانج بيأكل دي لانتيل العتس العتسة شباب في اللغة فرنسية هو جمع وهو جمع مؤنس واي اكل و شرب جمع في الفرنسيوي لازم يكون جمع مؤنس وفيها اسه باينة ان هي جمع فحطي بليها ادوات التجزئة دي بتاعة الجمع تالت استخدام لادوات التجزئة في اللغة الفرنسية اللي لما يكون بتكلم عن تسوق عام تسوق عام مش اكل و شرب لا يعني هتشتري اكل و شرب و هتشتري حاجات تانية اسم التسوق عام و هتلاقي زي مثلا هالفي دي شوبينج الشامج معنى تسوق عام و دي كلمة مفرد مذكر فحطي بليها ادوات تجزئة دي بتاعة مفرد مذكر أو يقول لي هالفي دي كورس دي كورس كورس برضو معنى تسوق عام و دي كلمة جمع فحطي بليها ادوات تجزئة دي بتاعة الجمع الاستخدام الرابع لادوات تجزئة في اللغة الفرنسية اللي عند الحديث عن الطقس بس بشرط يكون فيه كلمة إليا اللي معناها يوجد يوجد شمس، يوجد هوا، يوجد مطرة تعال نشوف امثلة في الخريف في الخريف يوجد دو دو معنى الرياح أو الهواء دي كلمة مفرد مذكر فحطي بليها دو بتاعة المذكر في الشتاء يوجد دو لا بلوي بلوي معنى المطرة وهي موانسة اخيرة اوهي فحطي بليها دو لا تجزئة بتاعة الموانس في الشتاء دي نياج نياج معناها الصحب ودي جامعة أخيرة أس فحطي تقبلها دو بتاعة الجامعة آخر استخدام لأدوات التجزئة في الوري فرنسية لما يكون بتتكلم عن الآلات الموسيقية بس هتلاقي فعل بمعنى يلعب هاني جو دو بيانو البيانو آلة موسيقية مذكر طالما ما فيش أخيرة اوه تعرف انها مذكر يبقى ادوات التجزئة بتاعة المذكر هاني جو دو لا جيتاغ مؤنسة واخيرة اوه يبقى دي آلة مؤنسة بحطها بليها دو لا بتاعة المؤنس يبقى ثاني بسرعة كده نحفظ مع بعض استخدامات ادوات التجزئة في اللغة الفرنسية خمس حاجات لعب الرياضية مع فعل fair اغزاء ومشروبات مع كل الافعال مع ده الافعال دي وكمان تسوق العام مع فعل fair الشوبينج والكورس والحديث عن الطاقس مع كلمة إليع والآلات الموسيقية مع فارب جوي تعي عايز بقول ملحوظة مهمة جدا احنا فاكرين طبعا لما خدنا النفي في سنة اولى كان في النفي درس اسمه قاعد الدو قاعد الدو كان دي بتقول ان لو الجملة المثبتة اللي مش من فيها فيها ادات نكرة او ادات تجزئة او عدد وعايز تنفي الجملة شيل ادات النكرة وشيل ادات تجزئة وشيل العدد وحط بداله حرف جر دو وانت بتنفي الجملة تحط حرف جر دو طيب بما ان درسينا عن ادوات التجزئة ادوات التجزئة كانت من ضمن قاعد الدو يبقى لما يكون الجملة المثبتة كان فيها ادات تجزئة اشيلها عندنا فيها وحط حرف جر دو تعال نشوف امثلة هاني نفي با مش بي مارس انا فارب فار معنا يمارس قبله نو وبعده با يبقى كده تنفى يبقى مفوضة حط وراه حرف جر دو فوتبال لا يمارس كرة القدم طيب الخمس حاجات اللي كانت بتقول لي ان نحط وراها ادات تجزئة اللي هو اللعبة الرياضية مع فارب فار والاكل والشرب مع كل الافعال معدل اللي قلنا عليهم والحديث عن الطقس مع كلمة ايديع وكمان التسوق وكمان الالة الموسيقية هل كلهم يطبق عليهم قاعدة دو في النفي؟ لما جملة تنفي اشيلها دات تجزئة وحط دو قال لي كلهم معدى الموسيقى معدى الموسيقى يبقى لما تلاقي الجملة فيها موسيقى وفارب جوي منفي ما تحطش حرف جر دو بتاع النفي تحط دات تجزئة عادي طيب تعالا بقى نرجع تانى ونشوف الامثلة هاني نوفي با لا يمارس فارب فار هنا منفي حطت دو عادي جدا وشلت دات التجزئة طيب هنا هاني نوفي با لا يمارس ايكيتاسيون الفروسية طيب انا لقيت فارب فار منفي فكان المفوضة طبق قعد الدو بتاعت النفي بس جيت احط الدو بتاعت النفي فجأت ان ايكيتاسيون بتبدأ متحرك يبقى لازم اشيل ال ا بتاع بدو وحط ابوستروف ارح اختار د ابوستروف طيب اللي بعدها هاني نمانج با ما بياكلش هو فارب مانجي كان المفوضة حطه وراء دات تجزئة بس انا هنا لقيته منفي يبقى شيل ادات تجزئة وحط حرف در دو حتى لو الاكل والشرب ده جمع بس فيه ناس بتلاقي لانتيل اخيرة اس فيروح يختار د بتاعت الجمع لا الجملة منفية يبقى لازم اطبق قعد الدو بتاعت النفي احط دو مهما كان وراها ايه جمع مفرد مزجر مفرد مؤنس ما تفرقش هي اعتفرق بس في ايه لو اللي بعد النقط ده بيبدأ متحرك ما حطش دو كاملة احط دي ابوستروف انا طم في الخريف النيا با لا يوجد هنا الكلام عن الطاقس مع كلمة الياء بس الياء هنا منفية لو ما كانتش منفية كنت حطها دا تجزئة عادي لكن لقيتها منفية اطبق قعد الدو اشيل دا تجزئة وحط حرف جار دو هالا نفي با مش بتعمل كورس تسوق عام هنا منفية ما حطش دا تجزئة حط حرف جار دو هنا بقى هاني نجوبا ما بيلعبش بيانو البيانو دا الا موسيقية لا يطبق عليه قاعد الدو تحط دا تجزئ عادي حطي دو لان البيانو مذكر يلا بقى الحل شوية التمرين كده عشان نشوف فهمنا حاجة ملونا مونة في نقاط فيلو يعني فيلو ركوب الدراجات ودي اللي عبارها دا تبقى مذكر ولا موالناس ما فيش اخراء ايو ما فيش اخراء ايو تبقى مذكر طيب هنا مستخدم وبتكلم على رياضة يبقى لازم احط فيلو نص عدد التجزئة خلاص عرفت ان الفلو مذكر رح اختار دو ادد التجزئة بتاعت مذكر جو في انا بمارس ايكيتاسيون الفروسية هنا مستخدم وهنا في ايكيتاسيون يعني الفروسية دي لعبة رياضية مؤنسة لكن بتبدأ بحرف متحرك يبقى لازم احط ادد التجزئة دو الابوسطوف شالوت ام فار شالوت بتحب تمارس الملكمة طيب هنا في فعلين في الجملة فرب ايمي اللي بيدل على المشاعر وفرب فار بمعنى يمارس اللي بتحط وراء ده التجزئة هتعامل مع ده ولا ده مع ايمي ولا فار هلا انا بأتعمل مع الفعل الاخير اللي محدود قبل النقط على طول أولاً هتعامل معه في الرياضة أضع أدد تجزئة طالما هو مش منفي طب اللعبة دي مذكر والمؤنس أخيرة أهي وأي لعبة أخيرة أهي تعرف أنها مؤنسة أدد تجزئة بتاع المؤنس هالا نوفي با هالا نوفي با هنا في الرياضة منفي قبله نو وبعده با والكلام على الرياضة تينيس قال لي لما يكون الكلام على الرياضة ومستخدم فربي فار المفروض أضع هذا التجزئة بس أنا لقيت هنا فربي فار منفي يبقى أطبق قعد الدوب بتاع النفي أضع حرف جاري دو إليا يوجد كونفيتور مربى دونس ماجازين في هذا المحل كونفيتور هنا معناها مربى يبقى كده الكلام على أكل وشرب يبقى لازم حطها دا التجزئة هنا في كلمة إليا مش من ضمن الأفعال اللي بتضل على المشاعر ولا يقطع ولا يغسل ولا يزرع ولا الكلام دا كل يبقى لازم حطها دا التجزئة طب الكمفيتور دي تاخد دي ولا دلا أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ يبقى مؤنس يبقى الإجابة دي لا أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ كونفيتور مربى أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ أخيرا ايه؟ هنا فيربع الشتين متصرف الفيتوروش قبل مساعد فيربع الليف المضارع وتصفى مصدره يبقى كده صرفته في المستقبل هالا راح تشتري ضيط اف او مارشي في السوق اف هنا دا اكله شرب وفيه قسه يبقى دي كده جمع يبقى دا التجزئة دي بتاعة الجمع جامفير بحب مارس اليوجا هنا مستخدم ومن خلاص من جداه بالفعل الاولان ها اتكلم على الفعل التاني وكلم على رياضة يبقى لازم اضع في النصة دا التجزئة اليوجا مفيش اخيره ايه؟ ومفيش اخيره ايه؟ تبقى مذكر يبقى حد الاجابة ديو دا التجزئة بتاعة مذكر الي بعديها انا مباحبش اكل ياورت معناها الزبادي كلام كده على اكل وشرب طيب كلوي مطرة الكلام هنا على الطقس ومستخدم الياه يبقى لازم اضع تجزئة المطرة معنسة يبقى الإجابة ديو لا أنا بلعب بيانو هناك كلام على موسيقى ومستخدم فرب جوي يبقى حدد تجزئة البيانو مذكر يبقى الإجابة ديو أختي نجو با لا تلعب أورج الأورج ده آلة موسيقي تمام وانا مستخدم فرب جوي تمام يبقى المفوضة حط في النص هذا التجزئة هتقول لي بس هنا في نفي عادي جدا برضو هذا التجزئة لانا قلت قاعدة دو تطبق على كل الحالات ما عادة عند الحديث على الموسيقى يبقى هنا فرب جوي لما يتنفي وكلام على موسيقى عادي جدا بحط أدد تجزئة ما بطبقش قاعدة دو طب الأورج ده ياخد أني أدد تجزئة بيبتدي بأو حرف متحرك يبقى الإجابة دو الأبوستروف مون فرير أخويا جو بيلعب جيتار الجيتار أخيرها او تبقى لعبة تبقى أداء سوري لعبة موسيقية مؤنسة بحط دولار بتاعت المؤنسة توني جوبا انت ما بتلعبش ترمبت ترمبت هي ألة موسيقية برضو ومؤنسة عشان خراءت ما يفرقش بقى طالما موسيقى طالما تبقى موسيقى طالما تبقى موسيقى بحط أدد تجزئة يبقى الإجابة دولار اليوم اليوم يوجد شمس كلام على طاقس مع كلمة إليا يجب أن أضعه في النص هذا التجزئة الشمس مذكر يبقى الإجابة جو إليا يوجد هوا يبقى لازم أحط جو لأن الهوا مذكر يوجد مطرة المطرة مؤنسة يبقى الإجابة دولار اليوم لا يوجد مطرة يبقى حط دولار طالما إيديها اتنفت عادل فار رح يمارس الجودو الجودو العبارضية مستخدم فار يبقى حط هذا التجزئة إلي جابة جو لأن الجودو مذكر طب عادل فار مش رح يمارس هنا فار بفار تنفى هتقول لي فين تنفى مفيش قبله و بعده لا بس فار بفار هنا كان في الفتر بروش متصرف في زمن المستقبل وأنا لما بان في المستقبل بحط النو والبا قبله وبعد المساعد اللي هو هنا فار بقى ليه يبقى عادل فار كده فار بفار كله تنفى يبقى حط حرف جاري 2 نحطش أداة التجزئة ميزعمي صحابي عن في مارسو هنا فار بفار في زمن الباسي كومبوزي واخد مساعد فار بفار واسم مفعول كلمة في يبقى صحابي مارسو لاناتاسيون السباحة 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 مع فار بفار لازم أحط أف النص أداة التجزئة والسباحة معنسة إبقى الإجابة دولا طب لما جان في الجملة بقى ميزعمي أصحابي نام بافي لم يمارسو هنا فار بفار برضو تنفى شباب بس النوع الباسي كومبوزي بيتحطوا قبله وبعد المساعد اللي هو هنا فار بفار يبقى ده كده كله فار بفار منفي يبقى طبع لي قاعدة دو بتاعت النفي محطش أداة التجزئة يبقى اللي جابه هنا هي كلمة دو ميزعمي إيمان فار أصحابي بيحبوا يمارسو هنا في فعلين في الجملة فار بيمي وفار قلنا هنتعامل مع الثاني فار بفار هل هو منفي لا يبقى حط هذا التجزئ عادي يبقى الإجابة دو لا طيب ميزعمي نمون بافير أصحابي ما بيحبوش يمارسو طيب هتقول لي هنا في نفي لا بس اللي تنفى هو الفعل الأولاني اللي أنا ما ليش دعو به أنا لاي علاقة بالفعل الثاني فار بفار هنا مش منفي يبقى حط هذا التجزئ عادي الإجابة دو لا هلا نمونج با هلا ما بتاكل شي البيض طيب فار بمونجي وكلام على أكل وشرب كلام مفوضة حطه وراءة التجزئة لكن مونجي هنا منفي يبقى لازم أطبق عدد دو بتاعت النفي أشيل عدد تجزئة وحط دو جيت أحط دو فجأت إن البيض بيبدأ بو وده حرف متحرك يبقى شيل الأو بتاعت دو وحط أبستوف طيب يبقى خلصت الكلام في الدرساننا النهاردة يا شباب عشان يخليك تروح تختار أدوات التجزئة هيجيب لك في الجملة لعبة رياضية مع فار بفار أو أكل وشرب مع كل الأفعال مع هذا الأفعال بتدلع المشاعر أو يتكلمك عن الطقس مع كلمة إليع أو يتكلم عن التسوق العام كلمة شوپنج أو كلمة كورس أو الألات الموسيقية مع ذرب جوي بس ناخد بالنا الجملة مثبتة أو منفية لو مثبتة أضع أدوات تجزئة لكن لو منفية أطبق قاعدة دو بتاعت النفي أضع حرف جر دو في جميع الأحوال مع هذا الكلام على الموسيقى مع ذرب جوي لو جوي منفي أتكلم عن الموسيقى أضع أدوات تجزئة عادي وأضع حرف جر دو وكده تنتهي حلقتنا النهاردة أشوفكم الحلقة إن شاء الله مع حروف الجر للبروبوزيسيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته